القى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كلمته أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة العليمي أكدت على أنه دون تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات صلة بحظر تدفق الأسلحة الإيرانية أن تكون هناك فرصة لنجاح جهود تحقيق السلام الشامل والعادل ولن تتوقف الميليشيات عن ممارساتها التي تهدد المجتمعين الإقليمي والدولي وأحذر من أن استمرار التساهل الدولي تجاه الحوثيين كما هو الحال حالياً الذي ينذر بتهديد أكبر للأمن والسلم الدوليين كما اعتبر العليمي أن الطريق إلى تحقيق السلام الإقليمي يبدأ بدعم الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة والقوى المعتدلة في المنطقة إلى جانب تبني استراتيجية ردع متكاملة ضد الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى الرئيس العليمي ومعه عضواء المجلس عيدروس الزبيدي وعثمان مجلي التقى وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زين اللقاء المنعقد في نيويورك جرى فيه تبادل وجهات النظر إزاء القضايا والتطورات في المنطقة والجهود المشتركة لتنسيق مواقف البلدين تجاه التحديات الراهنة على كافة المستويات ووضع العليمي وزير الخارجية الإماراتي بصورة مستجدات الوضع اليمني وفرص تحقيق السلام العادل والشامل وفي اللقاء شهد الرئيس العليمي بدور دولة الإمارات المشرف في إطار التحالف العربي وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب في اليمن وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والتنمية والسلام وفي ذات السياق عقد الرئيس العليمي في نيويورك لقاءا بالمبغوث الأممي لليمن هانس جروندبري العليمي في لقائه بالمبغوث هانس استمع منه إلى إحاطة حول نتيجة صالاته الأخيرة من أجل خفض التصعيد والدفع باتجاه إحياء العملية السياسية التي انقلبت عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني وفي هذا الشأن جدد العليمي موقف الرئاسي والحكومة الدعم الكامل للجهود الأممية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة كما أكد على أهمية إبقاء الانتباه المحلي والإقليمي والدولي مركزا على ممارسات الميليشيات الحوثية وفي ذات الصدد نظم مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في نيويورك جلسة استضف فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجلسة أعرب خلالها العليمي عن تطلعه إلى الانتقال من سياسة الاحتواء القائبة إلى إجراءات ردع وشركة استراتيجية تمنع من دفع منظمات إرهابية أخرى لاتباع نفس النهج الحوثي بشأن طاعات التحالف الدولي مع هجمات الميليشيات على سفن الشحن البحري وذكر بعدها بخطر اطباطات وتحالفات ميليشي الحوثي مع المنظمات الأرهابية داخل وخارج اليمن فضلا عن شبكات تهريب السلاح في المنطقة واستغل العليمي الجلسة ليجدد دعوته للمجتمع الدولي بتصنيف ميليشي الحوثي منظمة إرهابية دولية ضمن سياسة ردع متكاملة لدفع الجماعة نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام العادلي والمستدام وبمناسبة ذكر السادس والعشرين من سبتمبر اليمنية ألقى الرئيس العليمي خطابا أكد فيه على أنه سيكون من الوهم زعزعة قناعة الشعب بأنه لا خيار سوى النصر على المشروع الإيراني وأجدد تأكيد بأنه لا مستقبل آمن ومزهر لليمن بمعزل عن الدول العربية الشقيقة خطاب وجه فيه العليم الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات نتابع نوجه الحكومة باستكمال بنيتها المؤسسية وتفعيل منظومة القوانين واللوائح وبضع خطط واضحة لتنمية الإيرادات وتحسين الوظيفة الاجتماعية لمؤسسات الدولة وتعزيز البيئة المناسبة للعمل السياسي وحماية الحقوق والحريات العامة وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة لكن مع ذلك سيكون من الوهم الاعتقاد أن هناك من يستطيع زعزعة قناعة الشعب اليمني بأنه لا خيار سوى النصف على المشروع الإيراني لا مستقبل آمن ومزدهر لليمن بمعزل عن علاقة وثيقة وانسجام كامل مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية دلالات سياسية عميقة حملها خطاب اللواء دروس الزبيدي أمام مجلس الأمن خلال مشاركته في أعمال الدورة الأممية التاسعة والسبعين في التقرير التالي الذي أعاده زملاء من غرفة الأخبار نستعرض ما جاء به في هذا الخطاب الذي أزدل ستارة عن مكامل القصور في الفعل السياسي الدولي والإقليمي وأنه لا حل لإنهاء الحرب في اليمن إلا بضرورة استعادة دولة الجنوب من على مقاعد الأمم المتحدة ومن أعلى حلقة مستديرة في مراكز القرار في العالم خطاب ألقاه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الدروس الزبيدي مثل نقلة اللفتة تخرج قضية شعب الجنوب إلى المرونة السياسية والوصول إلى نقطة اليقين بأن لا حقوق مشروعة للجنوب إلا بإيصال صوته إلى مراكز القرار الدولية بعد سنوات من الكفاح المسلح والنضار البطولي في وجه الأعداء إن القيادة من أجل السلام تبدأ من هذه القاعة وهي بلا شك مسؤولية ومهمة ومهمة مجلس الأمن ولكنه في كثيرا من الأحيان يفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة لتأدية مسؤوليات وبالتالي تتفاقم الصراعات وتنتشر وهذا ما يحصل في اليمن هنا في مجلس الأمن وفي جلسة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حملت رقم تسعة آلاف وسبعمائة واثنين وثلاثين بجان تسخيل القيادة من أجل السلام وتحت شعار متحدون في احترام ميثاق الأمم المتحدة سعيا لمستقبل أمن خطاب ألقاه اللواء الزبيدي ردد صده في أرويقة الأمم المتحدة ليصل أسقاع العالم حين حضرت قضية شعب الجنوب بين الدبلوماسية الدولية كقضية هي الأكثر أهمية في تحديد مستقبل اليمن لبجة طويلة من تاريخ بلادنا المضطرب تم تهميش القضايا والأطراف التي ينبغي أن تكون هي الأكثر أهمية في تحديد مستقبل أن يأتي في طريعة ذلك حل قضية شعب الجنوب التي تم الاتفاق على وضع طار تفاوضي خاصة بها في مشاورات مجلس التعاون الخليجي 2020 في الرياضة بعد خمسة وستون عاما يعود الزبيدي بعد آخر خطاب حدد فيه هاوية شعب الجنوب وقضيته الوطنية تقرير مصيره بالجلاء البريطاني عدى الزبيدي متحدث للأمم والشعوب من على طاولة مجلس الأمن الدولي عن حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره السياسي في كلمة عادت رسم الأولويات وأزالت الالتباسات حول الحاجة إلى نهج جديد شامل لإنهاء الصراع في اليمن وإلى استعادة السلام الذي يستحقه الشعب إن الوضع الراهن في بلادنا لم يعد مقبولا وإن مصلحة شعبنا تكمن في إنهاء الصراع وإيجاد حل دائم وهي مصلحة مشتركة معه حول فأنا الإقليميين والمجتمع الدولي ومن هذا المنبر أؤكد على حاجتنا إلى نهج جديد شامل لإنهاء الصراع في اليمن وإلى استعادة السلام الذي يستحقه شعبنا لحظة تاريخية تمثل تلك الأيام التي راقب فيها الجيل الأول أول كلمة تدعو لإنصاف الجنوبيين أمام لجنة تصفية الاستعمار البريطاني وتابع من بعدها رحلة المفاوضات والانخراط في ثورة الرابع عشر من أكتوبر تماما كما عاش هذا الجيل انتفاضة المكلة في العام سبعة وتسعين ليشهد هذا الجيل انطلاق الحراك السلمي في العام الفين وسبعة ومرورا بحرب تحرير عدن المجيدة في العام الفين وخمسة عشر العالم بحاجة أن يقرأ في تاريخ أرض الجنوب ففيها شعب مناضل مهما اعتقد الظالمين له أنهم أحرقوه وذروا رماده للرياح يعود قويا حاضرا وبالنظر لهذه الصورة اليوم فشريط الذكريات يعود بنا ستة عقود كاملة أتذكر فيها حضور الرئيس علي سالم البيض في مقعد الجنوب بالأمم المتحدة ومات لها من اعلانه فق الارتباط ومن ثم سنوات من النضال واليوم في ذات الحلقة المستديرة يجلس نجله خلف الزبيدي بعد سنوات تغيرت فيها الخرائط السياسية وبقيت جينات الفكرة السياسية الأصيلة حاضرة وتصدر الحضارم للقيادة الدبلوماسية ممتدة في الإيمان بالحقوق والمثابرة لانتزاعها وكما الاستقلال الأول سيكون الاستقلال الثاني وستعود للجنوبين لدولتهم بحدودها الوطنية المعترف بها قبل العام تسعين